إيران تعود إلى واجهة الأزمة اليمنية مجدداً هذه المرة على وقع أحدث عملية تهريب نوعية ضبطتها البحرية الأمريكية شمال بحر العرب وأسفرت عن العثور على ما أسماه مسؤولون في بنتاجون مخبأ كبير لمكونات متطورة وغير مسبوقة من الصواريخ الإيرانية الصنعة القضية تعود إلى الأربعاء عندما كانت السفينة يو اس اس فورس شيرمان تقوم بعمليات بحرية روتينية شمال بحر العرب فلاحظ طاقمها قارباً خشبياً لا يرفع علم أي تدولة ما دفع أفراد البحرية وخفر السواحل الأمريكيين إلى التوقف ومن ثم الصعود إلى القارب للتفتيش ليجدوا مكونات صواريخ على متن ذلك القارب الأجزاء المضبوطة من الصواريخ وفقاً لتقديرات البحرية الأمريكية كانت على الأرجح متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن وهي المرة الأولى التي يتم فيها أخذ هذه المكونات المتطورة في طريقها إلى الحرب هناك ونقل عن المتحدث باسم البنتاجون شون ريبرتسون قول إن التفتيش الذي قامت به البحرية الأمريكية أسفر عن اكتشاف مخبأ للأسلحة ومكونات صواريخ متقدمة يشير التحقيق الأولي إلى أنها تحمل بصمات الأسلحة الإيرانية السابقة التي عثر عليها في اليمن والسعودية المتحدث الأمريكي لم يقدم العدد الدقيق للصواريخ أو أجزاء الصواريخ لكنه وصفها بأنها مخبؤ كبير وأنها متجهة إلى اليمن وأنه قد تم جر القارب إلى ميناء لم يسمه بسبب اكتشاف تسرب خلال التفتيش وتم نقل الأشخاص الموجودين على متن القارب إلى خفر السواحل اليمني فيما تم وضع الأجزاء المضبوطة من الصواريخ على متن السفينة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم يصدر عن خفر السواحل اليمني في محافظتي حضر موتو المهرة أي توضيح بشأن تطورات هذه العملية خصوصا أن طاقم القارب المتورط في عملية التهريب هذه بات في قضته كما لم يتم معرفة الميناء الذي تم جر القارب الخشبي إليه ما إذا كان ميناء المكلة في محافظة حضر موت أم ميناء نشطون بمحافظة المهرة عملية خطيرة كهذه تكشف عن أن وطيرة التعاون العسكري بين إيران وحلفائها الحوثيين ما تزال على حالها في وقت تتسارع فيه الخطى لإبرام صفقة سياسية سعودية مع الحوثيين تأسيسا على تصور بريطاني بشأن إمكانية فضى التحالف القائم بين طهران والحوثيين وإحياء علاقة قديمة بين الجانبين